أيضاً من الشارع، أيضاً في الشارع عبد الرحمن قرر أنه يحرق نفسه بالشارع لأنت شو قررت تعمل بوسط الشارع؟ أنا قررت أتظلط وأتحمل بنص الشارع لأنه حرأولي بيتي كله مضل منه شيء صار في أحمي سودا فقررت من الظلم وحسيت حالي أني نهنت يعني صرت بلا كرامي لأنه إجت من ابن شعبي من جاري من أخوي من الأنوية منشرب من بير واحد ومنقل من سوق الخضرة واحد ومن عاية بعض وجه بوجه تيجي منه صعبة شو اللي دفعك؟ شو أي حادث؟ أي مجموعة حوادث خلتك اليوم أنت رجل خمسين ستين تقول أنا بدي أحتج على طريقتي بالشارع وبدي أتحمم بالشارع ما كانوا يوقفوا أطلق النار كل شوية بيتفقوا برجعوا بطخوا علينا بين الفصائل الفلسطينية؟ بين الفصائل كليات مع الكوة الإسلامية مع الكل ما كانوا بقولوا وقفوا أطلق النار بعد دايتين نص ساعة ببلشو مع أنه جمائير كانت تطلع مظاهرة أعرف كيفه بمخيم عن حلو وينادوا عليه أن يستغيسوا أنه وقفوا أطلق النار يا أخي ما بد أن يوقفوا قمت أنا قررت أتحمم عشان أفرجيهن عبرة إنه إذا ضليتوا هيك مش بس أنا اللي بدأ أتحمم بالشارع كل عين الحلوة بدأت أتحمم بالشوارع كل شوارع سيدة وعشرة البحار وكل النسوان بدأت تقدي حاجتها بالشارع وينفضع عرضين من إيدن فقررت أنه أفرجيهن قررت أنه أفرجيهن رؤية تعبير إنه إذا هيك ضليتكم استمرين على هذا الحال بالإقتتال وظلم الناس وحرق البيوت وحرق السيارات قررت أني أحتاج بهذا بهذا الشيء وأفرجيهن أنه هذا مسير كل الشعب اللي بعين الحلوة وين بدأ المرات إذا حاجتها أول بنت الصبية ليه بالشارع؟ وين الشاب بدأ يتحمم بالشارع لأن الشارع أكبر تعبير لكل الناس الشارع للفئير للإيدمي للأزعار للسوكارجي للتاع المخدرات الشارع يحبط كل شيء ويعلمك أكثر من الجارع وأكثر من البيت لأن الشارع لكل الناس لكل الفئات للإيدمي وللأزعار وكيف يحدد الشارع مصير بلد؟ الشارع إذا فيه ناس عنده نخوة وعنده إحساس وعنده قلوب لحم ليس قلوب إحجار بتحرقوا بثولوا لكرامته الإنسان بس توصل عند كرامته وخط أحمر عريض الكرامة في أكل شيء لا بدي أكل ولا بدي أشرب ولا بدي سعر بدي كرامتي تحيي لكلامه لا محمود خطوة الاستحمام بالشارع كانت خطوة مدروسة أو خطوة عفوية إجيت؟ عفوية عفوية مش مية بالمية مليون بالمليون عفوية أقسم بالله العظيم هيك طلعت من بيتك طلعت مش أحبر ما طول الليل أطف في النار ضلت النار تقل بالبيت لا طلع النهار طلعت من البيت لقيت في مواسير بالشارع عم بتنزل ماي وأنا كلياتنا عرق ووسخ وقزى وقودة فرجي كل الناس قمت روحي تجيب الصبوني وقفت بالشارع شلحت أوعين وقعدت أثهام ما شفت لك إلا التليفونات الخلقية ومنين خلقات بلشت الجماهير تصور وتبس حول العالم سؤال سؤال محمود نعم سؤال محمود ماذا لو أنه أنت عم تحمم بوسط الشارع وما حدا عارك أهمية وما حدا صور وما حدا تنقل وقوة سنومت تبقى السيرش أنا عبرت عن حالي وعارف حالي أني بدي أموت ولكن بموت بكرامي أحسن ما أموت بدون كرامي برأيك الناس ركزت على فعل الاستحمام أو ركزت فعلا على القضية اللي أنت عم تتحمم بالشارع من وراء لا لا تقزت على القضية وأكبر دليل على ذلك بيخطب الجمعة في مشايخ قالوا هذا أبو خليل ما تفكروا مجنون هذا عم بعبركم تعبير عشان تشوفوا أنه هاي تفسير لبكرة إذا ضلتكوا هيك بنا نتحمم بالشارع وننفضح قدام كل الناس لأنه نحنا مش عم منحارب إلا إخوتنا وأهلنا وعشان مصالح ديئة شخصية ردة فعل الناس عم بتشوفك أنت وعم تتحمم نص الشارع شو قالوا عنك؟ قالوا في ناس قالوا مجنون شو بتقلهم؟ للي قال مجنون شو بتقلهم؟ يا شارع فيه فيه أصحى للمصائب اللي عم بتصير رح يجي يوم من يوم من الأيام تدفع هذا الثمان ساعتها لا ينفع الندم شكراً لكم على كل منصات السوشال ميديا شكراً لكم